اشتركوا في القناة تعرفنا الى انماط التجارة الالكترونية تعرفنا على العوائق التقنية والعوائق الغير تقنية تعرفنا على عيوب التجارة الالكترونية فواد التجارة الالكترونية بالنسبة للزبائن وبالنسبة للمؤسسة وبالنسبة للمنظمة ان الدوافع الاقتصادية ان الدوافع التقنية تعرفنا الى هذه المواضيع المختلفة ولكن اليوم ان شاء الله بمشيئة الله ما نتعرف أول شيء في البداية على أساليب الدفع أن هناك أنواع كثيرة من أساليب الدفع اللي احنا بنستخدمها في أيامنا الحاضر في وقتنا الحاضر في عالم التكنولوجيا وعالم التطور وعالم التقنيات الجديدة فأصبح أن هناك طرق وأساليب مختلفة في عمليات الدفع الإلكتروني ما ظلينا أمور تقليدية في عمليات الدفع التقليدية لا تطورنا أخذنا مسارات جديدة فعندنا أولاين بيمن لهو أساليب الدفع بإمكان المستهلك استخدام طرق وأساليب مختلفة للدفع مقابل أساليب مقابل السلع والخدمات التي يحصلون عليها أنت الآن بتقوم بعملية دفعنا منتج معين لماذا؟ فقط أنا أدفع سأل المنتج لا كذلك نحن نقوم بعمليات الدفع اللي هي الخدمات عمليات توصير عمليات شحن وسنذكر التي يحصل عليها من مواقع الإلكترونية في مجال التجارة الإلكترونية فهي المكافئة الإلكترونية للنقود التقليدية المتداولة وهو من أهم الأساليب اللي إحنا منستخدمها في عمليات الدفع أول شيء بطاقة الإلكترونية ما هي الكريدت كار؟ إحنا منعرف الآن لو فتحنا أي محفظة شخص أي محفظة منلاقي هناك مجموعة من البطاقات فهذه البطاقات منها أنواع مختلفة فأهمها هي البطاقات الإلكترونية هي الأكثر استخداما وأكثر شيوعا في وقتنا الحاضر يستخدم المستهلك بطاقات إلكترونية مقابل الخدمات أو السلع التي يحصل عليها وهي الأكثر استخداما في وقتنا الحاضر ويطلب من المستهلك بيانات بطاقات الإلكترونية مثل من أهم البيانات اللي إحنا دائما منحصل عليها اللي هي رقم البطاقة الاسم وتاريخ الانتهاء ثم نقوم بعمليات ثم يقوم الموقع التجارة الالكترونية بالتحقق من هذه المعلومات بالتحقق معلومات البطاقة الالكترونية تبعتك في لحظتها للتأكد من صلاحيتها وعندنا الآن نظام حديث اللي هو بيعمل verification انت لما تكون بشراء اي منتج مش بوصلك رقم التحقق ولا ما بيوصلنا رقم التحقق نعم وصلنا هناك رقم التحقق حتى احنا نقوم وتم عملية الشراء والبيت النقطة الثانية الشكل الالكتروني احنا كنا نعرف ونسمع هناك الشكل الورقي اصبح لدينا هناك شكل الالكتروني نفس الطريقة نفس طريقة الشكل العادي ولكن هذا الكترونية وهو المكافل للشكل الورقي التقليدي من حيث مفهومه والدافع لانه يأخذ شكل رسالة الكترونية يتم استكمال عناصرها كاسم المستفيد وحامل والمبلغ والتاريخ كذلك هذا الشكل وثه يعملوا لعملية توثيق الشيك ويرسل للمشتري الكترونيا الى الجهة المستفيدة التي تقدمه بدورها الى البنك الذي يعمل عبر الانترنت ليقوم بماذا؟ ليقوم بدوره بتحويل قيمة الشيك من حساب المشتري الى حساب المستفيد نفس الشيك العادي ولكن هنا شيك هذا الكتروني بتم بعملية الكترونية وبتحققوا منه الكترونيا وبقوم بتحويل الاموال الكترونيا بين حسابات البنو النوع الثالث المحفظة الالكترونية ما هي المحفظة الالكترونية؟ لو جينا سألنا بعضنا شو هي المحفظة؟ هل هي مثل المحفظة اللي احنا منشيلها؟ او منحملها ومنضع فيها نقود؟ ولا ما هي المحفظة؟ هي يقوم المستهلك شوفوا الآن المحفظة الالكترونية اللي هي Online Payment Account يقوم المستهلك بفتح حساب الالكتروني خاص من خلال أحد البنوك ويودع فيهم مبلغ من المال محددا من المال ليتمكن لاحقا من استخدام هذا الحساب من أجل الدفعات الالكترونية مقابل شراء الخدمات من مواقع مختلفة عبر الانترنت عندما يقوم المستخدم بشراء هذا المنتج يتم خصم قيمة الشراء مشترياتهم من حسابه المحفظة الالكترونية ويمكن إعادة تعبئات هذه البطاقة أو المحفظة أنا الآن عندي بطاقة بهذا الأمر أني بشحنها مبلغ معين بقوم بالشراء من خلاله لما تنتهي برد بقوم بعملية الشحن مثل لور عملية المحفظة مالية أخرى عن طريق إيداع أو تحويل نقود إلى المحفظة الالكترونية ثلاثة أول نقطة الرابعة البطاقة الذكية ما هي البطاقة الذكية اللي إحنا منقوم بعملية تبيع والشراء من خلالها اللي إحنا مندفع البطاقة الذكية سمارت كارت وهي بطاقة بلاستيكية توفرها البنوك وهي مزودة بشرائح إلكترونية مثل بطاقة مدى هل هي بطاقة مدى ما فيها شريحة معدنية إلكترونية إلكترونيشف قادرة على تخزين البيانات كاسم صاحب البطاقة رقم البطاقة قيمة المبلغ التي يتحول ويمكن استخدام هذه البطاقة عن طريق دفعات عبر الإنترنت وفي الأسواق الأساسية أو التقليدية وكذلك المزودات بنقاط البيع وفي الأسواق الأساسية أو والتي تحتوي على أجهزة قارئة للبطاقات الذكية كالمحلات التجارية والمطاعم والشركات السياحية والسفر مثل بطاقة مدى اللي أنت بتستخدمها في كثير من الأمور صح ولا لا ولا ما بنستخدمها في عمليات الشراء عمليات البيع عمليات الدفعات فهذا يسمى إيش البطاقة الذكية السمارت عندنا البطاقة الخامسة أو النوع الخامس البطاقات الدفعات التقليدية تدشنل بعض المواقع بيقول لنا بعض المواقع التجارة على الإنترنت تدرك أن بعض المستهلكون يرتدون وبخافوا من عمليات الدفع الإلكتروني بالرغم أن لديهم سلع ليست موجودة في الأسواق التقليدية أو الأساسية فبالتالي لذا توفر هذه المواقع خدمات الدفع بالطرق التقليدية أنت بتكون بعمليات الشراء إلكترونيا ولكن عمليات الدفع بتكون قدوية تقليديا إحنا كثير من المنتجات الدفع عند الاستلام مش بنلاحظ أنه الدفع عند الاستلام على المواقع أو التطبيقات اللي إحنا بنستخدمهم من خلال عرض رقم الهاتف يقوم المشتري من خلال باتصال واتفاق على كيفية الدفع والذي قد يتم من خلال توصيل شيء أو المبلغ الشدوية ودائماً أنت لما تيجي تشتر منتج والدفع عند الاستلام بنتصل فيك المندوق مثلاً بيقول لك المبلغ مثلاً في حال أن السلعة رقمية والعملية سددت تماماً رقمياً من خلال المواقع الإلكترونية ولكن إذا دفع هناك إلكتروني قام بشراء إلكتروني والدفع تقليدي هنا تعتبر تجارة الإلكترونية جزئية لم يكن متوازناً أي هناك شروط شروط التجارة الإلكترونية البحثي غير متوفر لأن هناك دخل عندنا جزء بشر اللي هو الدفع التقليدي فهونا بيكون عندنا تجارة جزئية طيب التجارة عبر الجوة ترى نبطة أساسية ومهمة لدى جميع الطلاب أو جميع الأشخاص الآن أنت لما تقوم بعملية شراء عن طريق جوالك هل تعتبر تجارة إلكترونية ولا تجارة عبر الجوال شو رأيك يا طلاب اختبونا على الشاه تعتبر تجارة عبر الجوال يعني إذا أنت قمت بشراء أي منتج من خلال السمارتفون فهي تجارة الجوال ولكن إذا قمت بالشراء من خلال لابتوبك من خلال الجهاز المكتبي هنا تعتبر تجارة إلكترونية فهذا الفرق بينها إنه هنا إلكترونيا وهنا لا جوال وهي التجارة عبر الجوال موبايل كوميرس في حالة دمجة بين نظام الحوسبة والاتصال أي بين الحاسب والهاتف تقوم بتوظيف وسائط الاتصال اللاسلكية بين قوسين اللي هو الموبايل في أنشطة التجارة المختلفة بين مؤسسات الأعمال والعملاء وبين المؤسسات الأعمال فيما بينها يعني من ننتبه إنه أنا لما أقوم بعملية التجارة بعملية الشراء من خلال جوالي فهونا تعتبر تجارة عبر الجوال وليس تجارة إلكترونية الآن من نتعرف إلى احتياط الأمن والسرية عند استخدام التجارة الإلكترونية من نحافظ على المعلومات من نحافظ على سرية البيانات على سلامة المعلومات رغم الجهود التي تبدلها شركات تقنية المعلومات بخصوص أمن وسلامة وسرية البيانات إلا هناك الهاجس الأمني في ظل البيئة الإلكترونية يعد من الأولويات مثل عمليات الاحتياط عمليات الغش عمليات الدخول الغير مشروع على مواقع التجارة الإلكترونية في الحصول على البيانات في الحصول على المعلومات وأمر وارد والانتحال الشخصية أو تزوير تواقع مختلفة لذا يجب الحذر خاصة فيما يتعلق بالعمليات تستلزم إعطاء بيانات مالية ومن أهم هذه النصائح واحد من دائما نكون حريصين الحرص على عملية التعامل مع المواقع التي تحظى بسمعة طيبة الآن أنا مش أي تطبيق بدخل عليه وبشتري لا بدخل على تطبيقات مشهورة تطبيقات تتعامل محا ملايين من الأشخاص فيها مستاقية عالية بسمعة طيبة والتي عادة تكون مؤمنة مثل الآن أمازون هل في مخاوف من الشراء من تطبيق أمازون ما في مخاوف لأنه هناك ملايين من الأشخاص قاموا باستخدام هذه التجارة والدخول والشراء والبيع من خلالها اثنين الاحتفاظ بنسخة من أمر الشراء أو طلب الخدمة على القرص الصلب وطباعتها كمسدنة قانوني والآن أصبح أنه برسلونا المسدنة هذا عن طريق الإيميل أو عن طريق الرابط أنت بتكون بفتح هذا الرابط وطباعة الفاتورة اللي بينك وبينك مراجعة الكشف الخاص ببطاقات الإيمان الشهرية لعمليات التجارة أنت الآن بتدخل لتطبيق الراجحي وبتعمل عمليات السحب والإيداء خلال شهر خلال شهرين خلال سنة خم أربعة بفضل استخدام بطاقة إتمانية واحدة للشراء عبر الإنترنت وأنا بصراحة عندي بطاقة واحدة بقوم بعمليات الشراء المختلفة وبطاقة أخرى لا باستخدمها في عمليات أخرى واحدة عبر الإنترنت وتخصيصها فقط لهذا الغرض بسهولة اكتشاف أي خطأ أو التلاعب عدم إعطاء أي تفاصيل أو بيانات عبر غرف المخادثة أو عبر المواقع الليست مؤمنة على مواقع الإنترنت ونلاحظة هناك كثير من المواقع الموجودة على شبكات الإنترنت على شبكات التواصل الاجتماعي غير مؤمن من تابع الآن إدارة العلاقة مع الزبون إدارة والتسويق والتسويق الإلكتروني الأعمال الإلكترونية هي استخدام تقنيات المعلومات والانتصالات لدرجة وتنفيذ الأعمال الأعمال المختلفة لأي مؤسسة يعني تنفيذ مختلف الأعمال المؤسسة سواء كانت داخل هذه المؤسسة أو خارج المؤسسة لأنه احنا منعرف بطبيعتنا أي مؤسسة بتتعامل مع مجموعة كبيرة من الشركات وهي تتضمن التجارة الإلكترونية كل تطبيقات يعتمد وإحنا منعرف الآن أي تطبيق عنا منستخدمه هو يعتمد على التقنية الجديدة على تقنيات التجارة الإلكترونية من أجل القيام بالأعمال والأعمال الإلكترونية زي ما تحددنا الأسبوع الماضي نعمل مصطلحات كلها بالإقليم زمار كدير وما تكون تبغلها الأعمال الإلكترونية هي أوسع أشمل من التجارة الإلكترونية لكون الأعمال الإلكترونية ليست فقط تتعامل مع العميل والمورد فحسب وإنما هي تتعامل مع جميع من لهم علاقة بتلك الشركة من موظفين من موردين من عملاء وحملة العسهم والمستشارين أو أي شخص له علاقة بتلك الشركة من이� Lane لأنه التجارة الإلكترونية تحت مضلة الأعمال الإلكترونية التعليم عن بعد تحت مضلة الأعمال الإلكترونية الحكومة الإلكترونية تحت مضلة الأعمال الإلكترونية فجميع الأشيطة هذه تحت الأعمال الإلكترونية من خلال إدارة العلاقة مع الزبون اللي هي CRM وإدارة السلاسل التوريد اللي هي وعندنا تخطيط موارد المؤسسة من نكون عارفين الإختصارات وعارفين كذلك المصطلحات والأعمال الإلكترونية دائما تسمح للمؤسسة والأقراض بالانضمام وبالتنظيم وإدارة العمل بطرق جديدة مختلفة إدارة العلاقة مع الزبون رجحات نظر جديدة للتسويق كيف إحنا ندير العلاقة مع الزبون إلكترونيا وإحنا منعرف الآن مع تطور التكنولوجيا تطور الاقتصاد تطور الاجتماعي تطور هذا الشيء الجديد الهائل بكميات هائلة اللي بتشهدها العقود الجديدة أو الفترة الحالية الآن أصبحت المعلومات أحد أهم موارد الشركة فالشركة تعتمد على المعلومات الداخلية بل وانتقلت إلى معرفة المعلومات التي تدار من حولها من الخاتل وتعتبر سلاح الأهم من أجل الميزة التنافسية ومن أجل التمييز الاستراتيجي والتمييز على مستوى العالم بدي أنا أدرس المؤسسة من الخارج ومن الداخل حتى بالنهاية أتميز عليهم لو جانا في الاختبار يا طلاب التسويق الكلامي يركز على 4PS شو هنا؟ Product, Price, Place, Promotion أي سياسة المنتج سياسة التسعير سياسة التوزيع وسياسة الترويج لو جانا في الاختبار من أو السوق أو التسويق الإلكتروني يركز على المنتج 4CS لهو Customer Need and One Cost to Customer Convenience and Communication أي احتياجات من تطلبات الزبون الكلفة بالنسبة للزبون الملائمة ويشوي التواصل فعنا هناك منتجات تركز عليها التسويق التقليدي وعنا هناك منتجات تركز عليها التسويق الإلكتروني ما ننميز شو هو التسويق التقليدي على ماذا يركز وعلى ماذا يركز كذلك التسويق الإلكتروني فعنا هناك دراسات سابقة ما منا ندخل بتفاصيلهم كثير بس نتعرف عليهم بشكل بسير تحليل معطيات التسويق الإلكتروني واحد يجرأ إهمال 98% من الكابونات الموزعة على الزبائن في حال كون الكابونات إلكترونيا وكثير احنا بيجينا كابونات إلكترونيا ما مننتبه لها أو ما منفتحها أو ما منستخدمها صح ولا لا اثنين معدل الإجابة على الرسائل يساوي 1% من قبل الشركات لأنه كثير بيجينا رسائل استبيانات استطاعات واحنا نتجاهل هذا الأمر وما منقوم بالرد أو بالإجابة على هذه التساؤلات ثلاثة كلفة خدمة الزبون عن طريق مركز الخدمة الآلي اللي هو كول سنتر اللي هو موجود لدى كثير من الشركات كثير من المؤسسات الهاتف المركزي للشركة أكبر ب6 مرات من كلفة خدماته على الإنترنت لأنه إحنا الإنترنت نقوم بالتكلفة قليلة ولكن عن طريق الاتصال ولكن عن طريق الاتصال اللي آلي هناك لا هناك عمليات دفع في عمليات حساب لشركات الاتصال الرابعة كلفة الحصول على الربح من الزبون جديد أكبر ب10 مرات من كلفة الحصول على ربح من زبون موجود مسبقا لأنه دائما الزبون الجديد بيحاول يشتري أكبر كمية استغل لأنه ولكن الزبون القديم أردي مشبح هذا الزبون من إيش المنتجات الموجودة لماذا نبدأ بجراءات CRM اللي هي كاستمر الاتصال ذات العلاقة مع الزبون يمكن النقاط الأولى اللي ذكرناها تحليل معطيات التسويق الإلكتروني ولكن الآن الجراءات اللي إحنا منقوم فيها للبدء بذات العلاقة مع الزبون واحد يمكن أن يزيد الربح بمقدار 85% وذلك بزيادة معدل احتفاظ بالزبائن بمعدل 5% ودائما أي تطبيق أي شركة بتحاول أنها تحتفظ بزبائنها ولا لا بتحاول أنها تظل محافظة على زبائنهم تدير بالهم عليهم تعطيهم الإعلانات تعطيهم مثلا جواز تحفيزية تعطيهم خصومات حتى إحنا نحافظ على أكبر عدد ممكن من الزبائن كل ما حفظت على الزبون أنا كل ما كانت عمليات البيع أكبر أثنين يلعب الزبون الملخص طورا إيجابي كبيرا في عمليات للحصول على زبائن جدد بكلفة قليلة وأحيانا معدومة لأنه انت يا زبون بتروج لهذا المنتج من خلال التسويق القلامي أو من خلال المنتديات أو من خلال الحديث أو من خلال السوشال ميديا مش إحنا كلنا مروجين للمنتجات بينك وبين زميلك بينك وبين صاحبك ثلاثة يلعب الزبون الجديد عن طريق الزبون المرجع اللي هي ريفير كستمر فتى أطول يستخدم منتجات أكثر من غيره ويصبح بسرعة زبونا ربحيا لأنه الزبون الجديد الآن بأخذ مرجعية بيقرأ الكومنتات الموجودة عنه على المواقع بتعرف على الخدمات اللي وفرتها أنه التجارة الإلكترونية تعرف على البضائع بتعرف على الموقع نفسه على التعليقات ولا ما منقرأ التعليقات قبل عملية أي شراء منتج نازم نتعرف على هذا الموقع أو التجارة قبل الدخول إليها حتى بالنهاية ما يكون عندنا هناك أي أخطاء ويكون على بينه من خلال من الموقع الإلكتروني اللي احنا قبنا بالشراء من خلاله عنا الآن الحكومة الإلكترونية احنا بنسمع كثير عن الحكومة الإلكترونية ما نتعرف ما هي الحكومة الإلكترونية أهدافها فوائدها عوامل نجاح الحكومة الإلكترونية الآن لو يجينا سألناكم لو دخلتوا على تطبيق إبشر وإحنا بنعرف أنه تطبيق إبشر هو أحد تطبيقات الحكومة الإلكترونية قديش ففرنا خدمات ومعلومات ما هي الفوائد ما هي عوامل نجاح هذا التطبيق صح ولا لا فعنا هناك الحكومة الإلكترونية ما نتعرف ما هي هي ما نستخدم الآن في الحكومة الإلكترونية استخدام تقنية المعلومات من قبل الأجهزة الحكومة لتقديم الخدمات في تلك الأجهزة المستفيد بأسرة بأسلوب صريح بأسلوب أدق بعيد عن البيورقراطية حيث يمكن الحصول عليها من دون الحاجة إلى الحضور المستفيد إلى تلك الجهة أي الحصول عليها من منزله أو مكتبه أو من أي مكان عمل أو من أي مكان عندما تتوقع الإمكانيات المطلوبة للوصول إلى موقع تلك الجهة على شبكات الحكومة الإلكترونية أي يعني إحنا لما نفوت على تطبيق إبشت هل منقوم بجميع الإجراءات ولا بيتطلب مننا أن نروح على الأحوال المدنية طبعا إحنا منقوم بإصدار كثير من العوراق الوثاقية كثير من الأمور عن طريق إيش نظام إبشر تأمين السيارة عن نظام إبشر تجديد الرخص عن طريق نظام إبشر تأمين السيارة عن طريق نظام إبشر الأعمال الورقية الحكومية عن طريق نظام إبشر مواعيد كثيرة إحنا منقوم بإجراءات كثيرة مثلا من خلال تطبيق هذا التطبيق مش اسمه تطبيق إبشر تابع لنظام الحكومة الإلكترونية طيب هذا التطبيق وفر علينا وقت وجهد ولا ما سهل ولا ما سهل سهل قتيل من البيانات الآن إحنا كان صنع قبل فترة رسائل أنه وصل الآن 18 مليون مستخدم الآن الرسائل الجديدة هل هم 18 ولا زاد عدد المستخدمين زاد عدد المستخدمين الآن وصلوا لعشرين مليون بيحقيننا أنه مرات بيوصلنا رسائل أنه وصل عدد المستخدمين لهذا التطبيق عشرين مليون شخص شوف الآن لما إحنا نتحدث عن عشرين مليون شخص قداش بيخدم فئات مختلفة من المجتمع طيب الآن ما هي أهداف الحكومة الإلكترونية شو الهدف منه هذا التطبيق أو غيره من التطبيقات أو غيره من الحكومات الإلكترونية الموجودة على مستوى العالم تقليد تكلفة تكاليف الحكومة اثنين سيادة كفاءة عمل الأجهزة الحكومية خلال تعاملها مع المواطنين أو مع الشركات الآن تطبيق إبشل لما تدخل عليه أنت تدخل عليه من الأفراد أو للمنظمات أو لأعمال مش الآن الآن بيخدم فئتين فئة منظمات أو الأعمال وفئة الأفراد نعم أنت الآن لما تيجي تدخل ستسجل بسجل أنه فرد ولكن غيرك من الأشخاص ممكن أن يسجل تقول إيش الأعمال أو الشركات شوف الآن قداش بيخدم أنظمة أخرى مختلفة قداش بيخدم مؤسسات أخرى لأنه هنا بيقول لنا يخدم تعاملات مع المواطنين ومع الشركات الثلاثة سرعة إنجاز العمليات والإجراءات ما بين الدوار الحكومية الإلكترونية حيث يتم إرسال معلومات المطلوبة مباشرة إلكترونية أنت الآن لما تأمن سيارتك مباشرة بربطة في نظام إبشر ولا لا إلا ما حم سيارات معنا الشباب الموجودة معنا مباشرة بيقوم لما تجدد رخصة مباشرة بيقوم بعملية ربطة بين الدوار المختلفة أي عمل الآن إحنا بيقوم مباشرة إيش بربطه مع الجهة المسؤولة ربط المعلومات المطلوبة مباشرة إلكترونية معي هي أهم فوائد الحكومة الإلكترونية شوفوا الآن عنا فوائد الحكومة الإلكترونية واحد إنشاء قنوات إتصال أكثر فاعلية بين المواطنين والجهات الحكومية موجودة ولا لا حتى الآن لو فتت لو فتت على تويتر على نظام إبشر تويتر وسألت أي سؤال أو أي استفسار مش بيجاوبون على مستوى تويتر لأنه أنا مرات بفتع على تويتر مثلا إذا عندي مثلا هناك سؤال أو أي استفسار بل قال أسئلة أردي ما تروحها هذه الأسئلة أو الاستفسارات وعندنا هناك مجموعة بيقول لك الآن مجموعة من الأسئلة والاستفسارات موجودة على التطبيق العمل على توفيل المعلومات الحديثة شوف الآن مقيمين ومواطنين ومقيمين ومستثمرين وفروهن هذولة ولا لا المعلومات بحث المعلومات دائما وباستمرار ولا لا نعم هناك دائما المعلومات متوفرة والمعلومات بحثتها الصفحات وبعدتها بياناتها ومعلوماتها ودائما في تجديد في تطوير ثلاثة تبسيط الإجراءات الحكومية وتجعلها أكثر كفاءة لأنه احنا بالنهاية منه احنا تكون الإجراءات تعمل بشكل كفو بشكل فاعلية من أجل تبسيط هذه الإجراءات الحكومية وتجعلها أكثر كفاءة أربعة زيادة نشر الوعي المعلوماتية موجود الآن دائما بيبحثونا وبالدنوننا وبحالوا أنه يعرفوا المواطنين والمقيمين والمستثمنين بتطبيق الحكومة الإلكترونية ولا لا دائما في عملية تطوير في عملية إذسال إنه والله في كذا نشر الوعي المعلوماتية المعلومات عن تطبيق معين عن معلومات معينة حتى بالنهاية توصل هذه المجلومة لأكبر فئة من المجتمع طيب لدينا عوامل نجاح الحكومة الإلكترونية تعرفنا إلى فوائد الحكومة الإلكترونية إلى أهداف الحكومة الإلكترونية إلى تعريف الحكومة الإلكترونية لو جانا في الاختبار مثلا من اهداف الحكومة الالكترونية واحدة ليست من اهدافها نفس السؤال ممكن يجيك لفواد الحكومة الالكترونية من فواد الحكومة الالكترونية واحدة ليست من فواد الحكومة الالكترونية عند عوامل نجاح الحكومة الالكترونية واحدة ليست من عوامل نجاح الحكومة الالكترونية تعريف الحكومة الالكترونية فأنتي هنا من خلال هذا الفصل أو من خلال هذا الموضوع اللي احنا بنتحدث عليه بيجينا مجموعة كبيرة من الحكومة الإلكترونية من عوامل نجاح الحكومة الإلكترونية واحد توفير ميزانيات المناسبة للتمويل من قبل الحكومة قداش الآن بتدفع الحكومة من أجل برامج مثل هذه البرامج قداش تكلفت أيدي العاملي قداش تكلفت المبرمجين اللي بدخلوا البرامج والبيانات والمعلومات وبحثوهن قداش التكلفة هل هي منخفضة ولا مرتبعة تكلفة المبرمج نفسه قداش تكلفته مرتبعة اثنين تبسيط الإجاعات المطلوبة للحصول على الخدمات الحكومية وبيحاولوا أنهم يبسطوا عمليات في التطبيق من أجل أنه يسهل علينا استخدامه لأنه احنا بالنهاية هذا التطبيق مش هو للمستفيد النهائي مين هو المستفيد النهائي اللي بستفيد من هذا التطبيق مش الأشخاص مش الأفراد نعم احنا يا أفراد المستفيد النهائي توفير البنية التحتية والاتصالات وأهم نقطة أنا بعتبرها وأهم نقطة هي توفير البنية التحتية والاتصالات وبدون الانترنت والاتصالات هل احنا بنقدر نستخدم تطبيقات الحكومة الإلكترونية أو أي نوع من التطبيقات طبعا لا أنا عندي مبرمجين عندي مطورين عندي كل الإمكانيات وفصل الانترنت هل أنا بستفيد ما بستفيد فأهم عنصر هي البنية التحتية والاتصالات أربعة عمل خطة معلومات موحدة للتعامل مع المواضيع الفنية مثل تطوير الأنظمة والتطبيقات والتصميم وتوحيد النماذج فهذا الحمد لله بنجده وشيء منموز في التطبيقات الحكومات الإلكترونية أو التطبيقات التجارة الإلكترونية بنلاقي إنهم بصممه وبطوره وبنظمه بحدثه صح ولا لا ولا بنلاقيه تطبيق قديم وبعده قديم وما بيشتغل أربعة خمسة تقديم خدمات الآن بيقول لنا تقديم خدمات خدمات لمساعدة الجهات الحكومية في عملية التحول إلى الحكومة الإلكترونية وأغلب التعاملات الآن من خلال الحكومة الإلكترونية على مستوى الجواز السفر عندنا في السعودية مثلا بتقدم عليه إلكترونيا وبوصلك لباب البيت من خلال البريد الإلكتروني البذلات أو من خلال الموقع الموقع اللي أنت أرسلته إليهم ولا لا بوصلك بحاولوا أنه يقوموا بهذه العمليات وبحثوا وببعثوا لك الجواز السفر على البيت أو على مكان العمل أو على المكان اللي أنت تحتاجه فهذا بساعد الجهات الحكومية مع التعامل مع المختلف إيش التحولات إلى الحكومة خمسة توفير التقنيات الحاسوبية اللازمة لوصول الخدمات الإلكترونية شوف الآن بيقول لنا لو لا الحاسوب عندنا ولابتوب والسمارتفون هل إحنا نقدر نستخدم ولمن نرجع ورقيا لو فيه تقنيات الحاسوبية والتطبيقات اللازمة للوصول إلى هذه الخدمة سبعة استقطاب القوى البشرية هاي القوى البشرية شو دورها شوف الآن القوى البشرية المتخصصة في تقنية المعلومات إحنا نناس قادرين عندهم قدرات في عمليات البرامج في تقنيات المعلومات في تنفيذ خطط لتدريب مقدمين خدمات مش إحنا منلاحظ أو منسمع والله اليوم النظام عطلان منقوم بعملية تدريب أو تحديث والله أنا اليوم عندي دورة تدريبية عن نظام الجديد فهذا الآن بنتقلوا من نظام قديم إلى نظام جديد حتى إيش يدربوا المواطنين يدربوا الأشخاص اللي بيشتغلوا على الأنظمة بإيش بسهولة حتى يتعرف على الإجابة على الرد على التساؤل إيش فأمر معين أو شهادة ميلاد قديش مننا وقت الجهد أو مننا نروح على الأحوال مش خلال كبسة زر بتتم الوصول على البريد الإلكتروني مثلا حق أي شخص بكل سهولة إحنا هون على مستوى جامعة الإمام لو بدي ورقة مباشرة بروع على التطبيق تبحهم على إنسياء مثلا بقوم بالدخول على الأيقون اللي أنا محتاجة بطلب مثلا لو بدي أجي أطلب مثلا ورقة للبنك كشف الراتب مباشرة أنا خلاله وأنا قاعد بمكتبي أو بيتي أو بسيارتي بباب البنك بعمل عملية إرسال الطلب مباشرة بيجيني على الإيميل فما بيحتاج إني أروا على إدارة الجامعة وأكتب خطاب وإذا المسؤول موجود أو غير موجود قداش بيأخذ وقت الجهد مني لما يكون إلكتروني تواني والله هو الورقة موجودة عنده إنشاب وابة رئيسية للحكومة الإلكترونية تقوم بالتعرف بكافة الخدمات المقيمين والمتطلبات الواجب التوفرة لما تدخل على تطبيق إبشا كم من خدمة موجود فيه هل هو فقط للأحوال المدنية شوف الآن قداش في خدمات موفرينها داخل هذا التطبيق جميع جميع الخدمات تقريبا نعم تقريبا جميع الخدمات يعني ما في خدمة إلا بيقول لك راجع تطبيق إبشا لو رحت على أي مؤسس بدك تعمل أمر معين بيقول لك افتح تطبيق إبشا على مستوى نقل السيارة من شخص لشخص بيقول لك عن طريق إبشا صح ولا لا تطوير النقطة التاسعة تطوير سياسات تسويقية تهدف إلى تعريف بخدمات الحكومة الإلكترونية باستخدام كافة وسائل الإعلام المتاحة والوصول إلى كافة المستفيدين قداش بيعننوا عن هذا التطبيق قداش بيروجوا على التطبيقات هذه ولا ما حدا بيستخدمها ما حدا بيعرفها الآن أمور إحنا على مستوى الجوال على الرسائل ببعثونا أنه مثلا تطبيق إبشا وصل كذا 2 مليون 20 مليون شخص وسائل أخرى تعريفية في هذا التطبيق مثل التطبيق توكلنا الآن مش جميع الأشخاص والأفراد والمقيمين لازم ينزلوا هذا التطبيق وذا ما نزلت التطبيق أنت وفعلته هل أنت بتقدر تدخل لأي مكان إلا بتطبيق توكلنا على مستوى توكلنا تطبيقات هل الآن عندنا فيه شخص ما يعرف عن تطبيق توكلنا الآن في الفترة الحالية ولا الجميع سمع عنه وتعرف عليه من يتعرف كلنا الآن لأنه هناك تطويرات سياسية تسويقية لتعرف والإعلانات عن تطبيق معين ضرورة مشاركة قطاعات التعليم بما يتناسب في مرحلة التحول إلى الحكومة الإلكترونية وإحنا من خلال التجارة الإلكترونية في عنا جزء هذا الجزء اللي إحنا منتحدث منه عن خلال الحكومة الإلكترونية ومنعرف الطلاب ما هي الحكومة الإلكترونية وإحنا شو منستفيد من الحكومة الإلكترونية وشو هي أهداف الحكومة الإلكترونية من خلال هذا التطبيق بالنهاية أي طالب يكون عنده معرفة ولا ما عنده معرفة في الحكومة الإلكترونية بدي يكون عندي معرفة بدي يكون عندي معلومات كثيرة عن هذه الحكومة الإلكترونية حتى بالنهاية أقدر أشارك أي شخص آخر لو كان هناك حديث عن هذا الموضوع أقوم بالمناقشة وأقوم بتوضيح هذه المعلومات لأي شخص بحب يستفيد من الحكومة الإلكترونية آخر نقطة نقطة 11 ضرورة توفير مستوى عالي من الأمن والسرية للمعلومات الشخصية المقدمة من قبل المستفيدين هل معلوماتنا على تطبيقات أي واحد بقدر يحصل عليها طبعا لا أنا في الأردن هناك مثلا جرائم الإلكترونية أو الحكومة الإلكترونية مش أي شخص بيشتغل في هذاك الفرع أو في هذيك المؤسسة بيقدر يحصل على معنومات الأشخاص وسريةهم ولكن ممنوع لأنه أنت دورك حماية حماية المعلومات بدي أحاول أنه أحمل معك عن مستوى جوالك أنت يا شخص تعطي كلمة المرور كلمة المرور والباسود لأي شخص على مستوى على مستوى بين الزوجين منلاحظ في بعض الأحيان بين الزوج وزوجته ما بيعطي كلمة المرور لأنه في حماية لمعلوماته لبياناته صح ولا لا فمن الضروري أنه هناك توفير مستوى عالي من الأمن والسرية والخصوصية للمعلومات تبعتنا مش أي شخص يقدر يحصل على معلومات ويستفيد منها إن شاء الله احنا منوقف لعندي الحكومة الإلكترونية وإن شاء الله لأسبوع القادم ندخل لفصل جديد اللي هو التسويق والإعلان الإلكتروني إن شاء الله رايحين نرفع تكليف للدروس السابقة إن شاء الله فارجوا من الجميع إنه ينتبه لهذه الأسئلة ينتبه للأسئلة اللي احنا منطرحها خلال المحاضرات خلال اللقاءات اللي احنا منعطيها لكم لأنه هناك إلا يجي أسئلة من خلال الدراسة والتحضير والحضور في أي استفسار آخر أي أسئلة تفضل يا رزا والله إحنا منعرف أول شيء يا ريم جاوب ريم يا ريم إحنا منعرف إنه إحنا في الاختبار تابعنا هو ملتبل شويس صح وخطأ وإحنا لما أجيب نقطة بجيبها زي ما هي موجودة في الكتاب صح بالسؤال ونقطتها زي ما هي موجودة في في اللقاءات الحية المرئية أو الصوتية يعني بدك تكون فاهمة وعارفت تقريبا يعني ما باقلش تحفظ 100% يعني على الأقل تكون فاهمة 90% صح ولا تكون فاهمة عن إيش بتحدث هذا الموضوع بالنسبة كيف تجيب في المارك إذا ما درسنا ما منجيب في المارك يعني إذا ما درست وإذا ما تابعت وإذا ما شاركت وإذا ما حضرت وإذا ما بعد المحاضرة رجعت درست ما بجيب في المارك يعني ما نندس ما ننتبه ما ننتبه للأسئلة اللي بذكرها الدكتور للشرح ما ننفهم معلومات كثيرة حتى بالنهاية نحصل على في المارك وأي شخص بدرس وأي شخص بتابع بيقدر يحصل على في المارك أي استفسار بالنسبة للمقرر تابعنا إحنا بهمنا المقرر ما بهمنا كيف أجيب في المارك يعني في المارك أنت اللي بتجيبها مش أنا اللي بتجيبها في أي استفسار بالنسبة للمقرر تابعنا للمحتوى اللي احنا شرحنا نقطة معينة طيب في نهاية لقاءنا الحي الرابع استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن شاء الله نلتقي الأسبوع القادم في نفس الموعد وفي نفس الموعد ونفس الوقت أسأل الله لكم التوفيق والسداد نستودعكم